بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتناول نوع جديد اللي هو من Other Types of Grippers اللي هو Magnetic Grippers Magnetic Grippers Have Many Advances إيه المزايد بتاعتها؟ They can secure components which have holes in them unlike Vacuum Gripper يبقى إذن لو فيه holes في البارد أنا أستطيع أن أرفع هذا البارد بالMagnetic Gripper ما كنت أقدر أنفذ العملية دي في Vacuum Gripper أما المagnetic Gripper سأقدر أنفذ بهذا الأمر They can pick up a variation in a size of workpiece Their pick up time is very fast طيب تعالى نشوف ما هي الأنواع هل نوع واحدة ولا فيه أكثر من نوع فالMagnetic Gripper fall into fall into two categories Electromagnetic Gripper وPermanent Magnetic Gripper هادي المعاني الموجودين Both of these can be utilized effectively in handling situations يبقى بنستعملهم في عملية الهندلين The permanent magnets have an advantage over the electromagnetic grippers إيه هي الميزة بتاعة الـ 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 اللي هو الـ permanent تعالى الـ Electromagnet بيقول They do not require the power source لا أنا مش محتاج لpower source إنه ده permanent magnet which make them very suitable for hazard's atmosphere تعالى نشوف في هذا الفيديو إزاي العملية دي بالتم وأدي إيه نحن نقدر نشير بيها أي أحمال مختلفة فهلا وشوفنا هذا الفيديو هذه المجنيتك gripper يأتي شوف عندك هذا الفيديو طبعا ده vision system دي الكاميرا بيعمل بها vision system خلاص حددنا نشوف دي بقى المجنيتك شوف الـ part وزنه دي heavy part خد الـ part ده موضوع هنا خلاص هيرفع هذا الـ part خلاص عمل عليه check هيرفع هذا الـ part هيودي في عمال الجزء الآخر اللي هيتم فيه عملية التخزين ها يرفع عيد العملية ده ميزة ايه المجنيتك part heavy part زي ده المجنيتك gripper heavy part زي ده بيقدر ينقله وطبعا هو بيعمل عملية vision وبيعمل check على part الـ part اللي هو بيجد انه سليم مشكلة بيرجع في السندوق بتاع الـ accepted part لو في اي مشكلة بيبقى في rejected part بكده نكون وصلنا إلى هذا المقطع نراكم ان شاء الله في المقطع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته